من الواضح بأن قطر تستغل هذا الحدث العالمي في الترويج أيضا للإسلام وللصورة الزهنية الحقيقية التي من المفترض أن تتخذ عن المسلمين كيف ترى هذا الأمر وحضور كما أشرت زاكر نايك عبد الرحيم مكرسي واحد أيضا من أهم الدعاء للإسلام من غير العرب وأيضا نتحدث هنا عن ما أشار إليه رواد السوشيال ميديا عن الدكتور عمر عبد الكافي عن الدكتور عثمان الخميس يعني كوكبة من العلماء بما ستعلق على هذا الأمر واحتضان قطر لهم أثناء هذا الحدث العالمي يعني أشعر أن قطر تريد أن تصدر رسالة قوية تريد أن تقول أن قطر ما بعد كأس العالم لست كقطر ما قبل كأس العالم من ناحية البنى التحتية الإمكانيات المشاريع القادمة ولكن تريد أيضا أن تصدر رسالة إلى الدول التي قد تقدم تنازلات من أجل حصول على مثل هذه الفوائد أننا مقابل ذلك لن نقدم تنازلات وإنما سنعرف بشكل لائق من نحن أشعر أن قطر بدأت في مشوار يحملها المسئولية ولكنه مشوار إيجابي وسيكون سنة حسنة أن ليس على الدول التي تريد أن تركب يعني ركاب التكنولوجيا والتطور والحداثة وكل ذلك ليس بالضرورة أن تفقد مزاياها الخاصة وخصوصيتها الثقافية الدينية الاجتماعية الشعب القطري شعب محافظ شعب ملتزم شعب محب للدعوة ووجدت أنا أن استغلاله على مستوى الإمارة والسلطة استغلال هذا الحدث من أجل إبراز هذا الشعب وهذه الثقافة أمر مفرح لنا كعرب كمسلمين لأنها ثقافة واحدة ولأننا كلنا نطمح بأن نسوق ديننا وثقافتنا إلى كل الشعوب العالمية حقيقيا وليس بشكل مغالى أو مفتعل تصور في زمن الفوبيا إسلام إسلاموفوبيا أو في زمن الحملات الشرسة ضد بعض المظاهر المتعلقة بالإسلام تظهر قطر وفي أهم حدث عن مستوى العالم وتقول هذا ليس كهذا نحن مسلمون نحن ملتزمون بثقافتنا ملتزمون بروابطنا الإسلامية وما شابه ولكن ترجمة نانسي قنقر